اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هو ايماننا افعال محبتنا هاي اللي بتجعل الله فاعل بالحياة او اللي بتجعله عاجز تعرفوا قديسي بريشيتا المثال العظيم العطيته بتقول كل مرة منخطي نحن من مسره ليسوع الصليب بصير الله عاجز مربط مش لانه الله منه قوي خطاياك مما سمرته كل مرة بتتوب وبتفتح قلبك لالله وبترجع تصلي بتفكى المسمير بصير الله بيقدر يساعدك بشان هيك كل مرة منصلي وبتشوف انه صلاتنا عائمة بشان تعطي افادة تذكروا عملوا فعل تأمل او فعص ضمير بتشوفوا بمطرع خطاياكن مأيدي ايديه يسوع رابطته مما سمرته وشوفوا كي بتكون تتوبوا عنا ساعتها رح تشوفوا نعمة الله كيف تكرش كرج وبتعمل العجيب بحياتنا بدي تأمل انا وياكن اليوم بتأملين تأمل الاول هالنجمة يلي قادت المجوس نحو يسوع هايدي النجمة الرب كل يوم بيبعتها بحياتنا هي عمل من الله بتخليك تكتشف بحياتك يسوع واحضوره فيك هاي النجمة بش ضرورة تكون بالسماء قد يكون شخص الله بيبعته لحياتك بغيرلك مسيرة سيئة كنت ماشي فيها قد يكون قراءة روحية قد تكون صلاة او فعل محبة عملتها ما بتعرف شو هي هالنجمة لكن عراف كل شي بتأسسه عحب وبتعمله بحب رح يضويلك بليلك ويقودك نحو الرب ورح تشوف حيلك بين ايدين يسوع هاي النجمة اليوم نحنا بحيجة الى بعالم ضايع بعالم مشتت بعالم مش عارف طريق الخلاص منين تذكروا بالعهد القديم لما نقللون الرب لموسى خود الشعب ونطلق فيه من مصر نحو ارض المعاد تعرفوا بالصحراء كيف كان ايد الشعب بالنهار تعرفوا بالصحراء شو بد بالنهار ظل قلتي تحته من حر الشمس كان بالنهار ايدهم بغايمة والغايمة كتير نحنا بحيجة لقيلة بالصحراء تحجو بقوة الشمس عننا بتخلي النور موجود بس ما بتخلي الشمس تلطع مخنى وبالليل لانه عتمي كان يقودهم بعمود من نهار لايكوا الله كيف بيعتني بيحبوه ما بيخلي يضيعوا وما بيخلي ديء او قوة التجارب تكسرنا بالطريق وما تخلينا نوصل مشان هيك اذا كانت حر التجارب صعوبات الحياة الديق معيكسات هالدني شر العالم عم يمنعوا مسيرتك طلوب من الرب يبعثها الغيمة فوق راسك واذا كانت هالدني عتمت عليك بالمشاكل بالخطايا بالشرور بالوقعات بالسقطات طلوب من الرب ان يضيق ليلك بعمود بالنار تقدر تكف المشوار وتوصل فيه للاخير لان المشوار مع الرب ما انه سهل تأملوا لما نقلوا نطلعوا من مصر ونروحوا عارض المعاد ما طلعوا بجنائن وبراحة طلعوا وفوتهم عصحرة والصحرة فهم كون كفاية مخطرة الضياع الممكن اتعرض له بزيت الوقت ما فيش مطرح قلت راسي مش هناك الرب وقصد بفوتك عصحرة تحت تالي يكون هو لطوتك هو الحماية طبعاك هو غيمتك بالنهار وهو نورك باللقل هادي اول تأمل تأمل التاني نحنا للقينا يسوع ما بعرف كل واحد عنده بحياته نجمة اخذته لعند الله يمكن امك وبيك يمكن فعل محبي عملته خليك تلتقى بيسوع او يمكن هيك انفتاح من قلبك بس عندك نجمة بمطرح ضوة فيها يسوع واكتشفته وطلقت فيه المهم مش بس اني اكتشفت الله المهم كيف بتثبت نعمة الله فيي انا سميتها بالكتاب المقدس بسميها الحطبل والعين كيف يبقى القلب مشتعل بحبنا لالله هيد كتير مهمة تا يبقى الرب حاضر فينا ومن خلالنا يعبر للناس عايزين العالم نحن نحن المسيحي مجرمين اذا ما منوصل للعالم تبهوا ما بيوصل من الوعز مش لاني عم بوعز كن ان الله بيوصل عنده طرق مختلفة ما انه بحاجة الله لشهداتي وللدكتوراه طبعي ولعلمي ولسقفتي تحت ليوصل بحاجة لقلبي بحاجة لسئتي فيه بحاجة لإيماني هاو ما بدون جامعة هاو ما بدون تكون زكي هاو بدون قرار حر بداخلك تقل له يا رب قلبي مفتوح فوت وعبور اشتغل اول شي بهالقلب تحتالي يصير اهل وبيت لقلك وبعدين من خلالي شو بتحب توصل ولمين بتحب توصل انا بيتم الاستعداد كيف بيشتعل هالقلب وبتظل نعروه فيه لان احنا منختبر بحياتنا وقات كتير بنبلش بحماس بنبلش بطاقة رهيبة وندفن بنبلش النفس وبتبلش هالطاقة اللي بلاشنا فيها هالإيمان هالقلب المليام من الحب من القرار انه شو ما بده الله بعميل بوصل عمطرح انجأ اللي جليدي صلي واجي يصيب لكنيسة هده الاختبار كلنا بنقطع فيه ادي سين وقطع فيه كيف بقدر خلي قلبي مشتعل بحب الله بالعهد القديم كانت لما النار كان فيه دايما بقلب الهيكل كاهن مسؤول يخلي الموقدي والعينة امام قدس الاقدس وكان كل ما يشوف النار بده تخمد يجي ويغزيها بالحطب شو هو شو هي بالأحرى الحطبة يلي بتخلي دايما قلبك مشتعل بنار الحب والتواضع للرب اول حطبة هي قراءة الكلمة ليكن احنا كهني ولمره قلت انا انه درست لهوت او اني انا صرت بعرف بالانجيل اكتفيت كل يوم بقرأ وكل ما بقرأ كل ما بلاقي بعدني ما بعرف شي عن الله دايما وهي وسيط العذرة خلوا انجيل معكن نزلوا على تليفوناتكن اذا او حطوا كتاب حط دراسك كل يوم نام عكلمة الله وكل يوم وعلي كلمة الله هي حطبة ما تتصور الدايب تضوي بعتم تليليك انا عندي اياها مبدأ بس كون قاطع هيك مرة كنت قاطع بديئة كتير كبيرة كتير كبيرة وكنت فعلا هيك عيش ليل والدنيا يقسان فيها والمشكلة كنت عم بقطع فيها ما كان الى حل بشري بقصد مرة احد الديور وبقعد عند الرهبات بطلب منهم يصلوا معي قدست عندهم وبس خلص تفلوا الرهبات فاتوا عديرهم بقيت واحدة بالكنيسة قدام صورة لقديس عم بتطلع فوق منه بقرأ كلمة ايا له القديس ان تؤمن به يرد لك الفرح وانتصق به يرد لك القوة ما اريت قراءة عادي حسيت حدا عم يحكيني اياها بدينتي وضو بقلب هالليل نور كنت ناطره من زمان وطلعت من المصيبة وطلعت من المشكلة كلمة الله رجع لها ما تدير دينتك للجيران وللأصحاب وتسمع عن حكمهم وقراءهم بيوقعوك بهوية اعمى يقود اعمى بنزلك بجورة اكبر روح عند الرب بيطلعك من الجورة كلمته بتضوي بتفسر لك اول شغلة لما كان الرسل بديء اول شغلة كان يطل عليهم يسوع لا تخافوا ما تخافوا انا بعدني هون والاحديس تحت سيطرتي لا تخافوا مشان هيك لما بتقرأ كلمة الله بتحس حدا نزع الخوف من قلبك بيقلك الرب مش ضروري هيك مباشر بس بيقلك انا معك متعت الهم لما كان نشيين تلميزاء عماوس بقلب هالعتمة وراجعين بيأس صوب بلدتهم عماوس فات الغريب واخذ يشرح الكلمة يشرح لهم الكتب بلش بالضياع اللي كانوا فيه يسوع كغريب بلش يقرالهم الكتاب لمقدس ويشرح لهم لما انفيت معهم على البيت وكسر الخبز ونوالهم اختفى شو بيقلوا قلوا بلخي عندما كان يكلمنا في الطريق ألم يكن قلبنا يلته بشوق لايكوا كلمة الله بس سمعوها كانوا رئيسانين محطمين الحلم ميت يسوع راح رجع بكلمته الرب قالها بشوق قلب بالشوق ورجع تركه عماوس ورجعه ورشاليم استعمل كلمة الله حط بأخرى بتخلي الرب حاضر فيك ومحبته فيك دايما حاضر التسبيح نحن منقرأ المزامير أنا أجمل شيء عندي بصلاة الفرد بس صلي المزمور قدام هالمصيب اللي عم نعيش تسمع كلمات الرب إني وإن سلكت في وادي زلال الموت لأخاف سوءا لأنك معي وإن اصطف علي عسكر ففي ذلك صيقتي هون مستعد للمعركة لأن الرب معي إنه نوري وخلاصي إذا بتقروا المزامير وبتسبحه بتتأمله بالكلمات طبعا بتحس إنه لا الصوتة مش للشرير والكلمة مش للفاسد الكلمة لصاحب الحق والحق ما في قوة بتقدر تطفيه بالحياة والرب سينتصر وكلمته ستتم بيقول بأحدى المزامير لأنه قال فكان ولأنه أمر فوجد ما في قوة بتقدر توقف كلمة قال لأنه قال سيكون قال يوم من الأيام على كنيسته لأنه بحبوه أبواب الجحيم لن تقوى عليكم يعني لن تقوى علينا ما ننهار قدام الصعوبات الصعوبات موجودة ببداية الكنيسة هو يسوع طلع على السماء ما بقي رسول مطرحه اتشتته هربوا بالاضطهاد اللقطوا وانحبسوا وانكبوا بالحبس ورجموا وليكوا مربولوا شو بيقول وعددت كل ذلك كالزبل لأربح المسيح ملاحظين الكلمة اللي عم بيقولها مربولوس نحن أوقات مفكر الصعوبات هي ميأستنا والمشاكل هي اللي مخليتنا عبسين وحزنين لا كان عنده مشاكل مربولوس أكتر منا بكتير إذا بعددت شو صار معه بتقرون بالرسائل رجمت وانحبست وضعت بالبحر واتتهد واتعرضت للقتل وما كان في شي يطفي هالشعل بقلبه فإذا مباشي المشاكل هي سبب حزننا هي انطفاء النعم بداخلنا غياب كلمة الله هاي دي البصول إذا بدكن كيف اللي بيبقى فايد بالبحر بياخد هالبصول وبيعتمد علي يعرف الشرق من الغرب لأن بالبحر كل المنظر مثل بعضه كيف بحدد شرق من غربي وبعرف دفة السفين كيف لازم بياخدها باعتمدها البوصلي كلمة الله هي البوصلي يلي بتحددلك مصارك بقلب الأحداث كيف لازم تمشي حط بأخرى بتخلي قلب قلبك مشتعل والكلمة ما بتنطفي النعمة فيك التقدم إلى المناولي في ناس بسمعهم أنه هن كتير مناح وبيصلوا بس ما بيقدسوا أكبر غلط القرباني لا غنى عننا بحياتنا كمان مع تلمزي عماوس بس دعيو اليسوع بهالصلاة القصير يصلوا هالصلاة كتير حلوة لما نشفوه رايحة مطرح بعيد بحيش إلو بس كان غريب ما بيعرفوه مني إلوله أمكس معنا يا رب قد مال المساء صلوها بوقت لا يليكن إلوله حيد عتمت الدني علي صعوبات كبروا ما تتركني بيقبل الدعوة بيفوت شو عامل بس فات باركة وكسر الخبز وناولهما وأمام هالحدث بس اتناوله انفتحت أعينهما كانوا عايشين بظلمة رجع النور شايفوا يسوع هون ما غيب ما ميت الله معنا وإذا هاو عملتهم كلهم صليت وقريت وتقبلت وحسيت انه بعد الدنيا معتمي عمول فحص ضمير وشوف تتذكروا قلتلكم مرة الحايت بيلغي نور الشمس شو اللي مينع نعمة الله تفوت لعندك قد تكون خطايا بعدك نايم علي مش عم تعترف فيها تذكر كلمة مربولوس اسمعوا ضربت بالعصي سلاس مرات رجمت انكسرت بيا السفينة قضيت بأسفار مرة وأختار اللصوص أختار البحر كل ذلك لم تضعف حماس بولوس أو تصنيه عن عمل الرسالة أو البشارة كان متحمس وبآخر أيامه اجوا أشخاص كاريزمتيك شخص بيصلي بالروح الإيدوس قال له صليت وشفت إذا بدك تطلع قرى شليم فرجان الملك بدون يربطوك ويقضوك نحو الأسر ويقتلوك قال له عظيم بشكرك على الرسالة اللي بعتلي إياها أنا هيد السيعة النطرة وضل طالع قرى شليم ومتل ما قال له هالرسول صار فيه لمربولوس لقته وأخده أسير على روما لكن حتى بوقت أسره كان عم بيبشر كان عم بيوصل يسوع وكان النور مظلله ما كان تقدر العتم تفوت على قلبه ما ننصلي أحبائنا حتى تبقى هالشعلة بقلبنا مضوية ويبقى نور الرب فينا ونعمته ما تنطفي وما نخاف من كل العتم لمحوطتنا عرفوا صلاتكن رح تبددها لها العتم ورح تخلي نور يسوع من جديد يرجع يحل إلى المجد للأباد أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر